موسيقى فطبعا صرفت علاج كتير وفلوس كتير بقى برا دور الام لا برا فانا بقى سبتها على الله فنمت كده وصليت صلاة استخارة والله العظيم والله العظيم والله العظيم ربنا اللي اعلم به جال الرسول عليه الصلاة والسلام في المنام ولأبيض فأبيض كده وبيديني مفتاح أصفر زي النحس بالزبط زي اللون الدهب فوقف جنبي منه على إيده اليمين الدكتور أحمد عبدالغني راضي على مسؤولية حضرتك الكلام دوت يا مدام عشان بس أصلا معلش أنا أياسف جدا المنام ما بتكذبش فيه عشان الجمهور هيقول دلوقتي ان احنا الملقلين لك الكلام دوت ده على مسؤولية حضرتك أيوة لأني ان شاء الله لقيت الوش ده عمري مش هنسى خالص فطبعا أنا بقى قلت طب أنا حوصل للدكتور ده ازاي وهعرفه ازاي فأنا سكتت بقى شوية فالمهم بقى ايه بقى أنا بفتح التلفزيون لقيت نفس الشخص الوش اللي أنا شوفته شوفته حضرتك في المنام والرسول ايه على مسؤولية حضرتك ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وإذا سكر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما ينفعش يبقى فيه كذب فيه منام كمان وحيات لأي الله إلا الله ده أكسم بالله العلي العظيم حيات ما بقول ربنا يتعامني فأنا لقيته الوش السمح ده هو ده الدكتور اللي أنا وحبه لي الرسول السلام فالمهم ما أنا قلت عملية طيب أنا يعني ظروفي وظروف جوزي يعني عشان حضرتك عارف صرفت كتير يعني فأنا قلت يا سيبه على الله بقى فالمهم ما لقيته في التلفزيون فأنا بصيت للمنظر هو ده الشخص اللي أنا شوفته فلقيته بيعمل عمليات يعني بكل حب وكل إتقان كده ورحمة يعني نعرف إن يعرف من حضرتك نفع من حضرتك كده إن بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وجهك للدكتور أحمد راجح ودي على مسؤوليتك الخاصة دي واحدة يا فندم ودي على مسؤوليتك الخاصة لكن نعرف كده إن يعني الدكتور أحمد هو الإنسان هو الإنسان المحترم قبل ما يكون طبيب على الوجه الإنساني فهو إنسان إليه حبيب النبي اللي حيشفى علينا يوم الدين إن شاء الله فأنا طبعا قلت لزوجي والله يا بحودة زوجي بقى معي أقول له والله يا بحودة أنا الدكتور الوشي ده اللي جي مع الرسولها السلام ولابس بنته أبيض ووقف على إيد الرسولها السلام على جنب فطبعا كشفه وكده وحضر لي بحودة فأنا فجأة لقيت إيه مكتوب مركز كفر الدوار قلت لهم وصل على النبي قلت الحمد لله فأنا فرحت بقى فخدت بعدي ونزلت والله العزيم عزيز منين والله أنا من كفر الدوار عايز بتسيدي شهاد فأنا لما رحت للدكتور ده بصت له كده وقلت له فرصة سعيدة يا دكتور الوشي ده نور جي في وشه كده فقلبي طمئن فأنا جيت له أقال لي إيه قلت له أنا والله تعبانة وباخد مش قادرة وأدوية وأعلاج وأعمل لي العملية عزيز ألف الحمد وشكري لك يا رب دي نوقف على رجليه وبكلم حضرتك والفضل لربنا وليه طبعا لأن أنا قلت لربنا سبحانه وتعالى يا رب لو أنت بتحبني بيين لي رؤية حلوة فجال الرسول تاني عليه الصلاة والسلام شايل تفلين وبيدهم لي إن شاء الله ربنا يا كريمك بس أنا شايف السن كبير شوية أنا 4-4 إنسان ربنا أديك الصحة وإن شاء الله نظرة الأمل بدل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم جالك ودي على مسئلة حضرتك ربنا يا كريمك تقولي للجمهورين النهاردة بكل صدك وبكل أمانة وإنت حضرتك ما نتوسم في حضرتك الخير إن كنت شوفت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تقولي للجمهورين بالنسبة لدار لهم أه بقول لهم والله الدكتور أحمد سروى قومية لمصر والله حقيقي مصر محزوزة بي حد غصب حضرتك إن كنت تتكلمت الكلام ده على التلفزيون أكسم بالله من قلبي وربنا شهد على ما أقول فالحمد لله رب العالمين أنا وقفة هوت ومش بعاني ولأ وكنت يتعبان ويعني الحمد لله وجاي من قصة مسكندرية يا جاي من العمرية والله ربنا نديك الصحة ونيجي نسجل مع حضرتك كده ونتي ربنا يا رب يتعامك بالخير وشكرا لحضرتك وتقارهاك لحضرتك بنا نخليك أهلا وصل الفرصة سهيدة